وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة منعا لترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار مشددا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق وضحض الشائعات وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة والذي ناقش عددا من الموضوعات والملفات المهمة وخلال هذا الاجتماع تناول رئيس الوزراء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس وبريكس بلس مشددا على ضرورة وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعين الحكومة والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات فضلا وعرض لتحقيق المنفعة المتبادلة